غيرا ما ذكرت هذه الفرضية أنه إيران مارست الحكمة في عدم الانزلاق أو السماح لإسرائيل بأن تنزل إيران في الحرب بنفس المستوى لماذا إيران لم تجبر أو تمنع أو تعطي إشارات أو تاليمات إلى حزب الله بكون واحد من أذرع إيران بعدم الإنجرار وراء هذه الفتنة وبالتالي نتجنب هذا الكوارث لماذا مارست سياستها في داخل طهران بهذا الشكل ولم تمارسها مع أذرعها الأخرى هل يصح السؤال بهذه التفصيلة طبيعة العلاقة وأنا كتبت مقالة في هذا المجال طبيعة العلاقة التي تربط طهران بكل فصائل المقاومة سواء كان في لبنان أو في غير لبنان طبيعة هذه العلاقة تعتمد على التقدير الموقف لهذه الفصائل في المنطقة التي هم فيها وهو فيها هذا الفصيل أينما كان سواء كان حزب الله أو غير ذلك في جنوب لبنان أو في غير لبنان التقدير الموقف الميداني هو بيد هذه الفصائل هي التي تقرر كيف ترد بأي مستوى أين ومتى ولماذا هذا التقرير عند هذه الفصائل إيران لم تقل لحزب الله حتى الآن الآن يعني الاجتماع هناك اجتماع حدث في قبل يومين يعني المبارح أول تمبارح حدث اجتماع مهم جدا على مستوى عالي في طهران وبالتالي توصل هذا الاجتماع على نتائج النتائج أخبر بها وأخبرت قيادة حزب الله في لبنان بهذه النتائج وإيران كما ذكرت المعلومات وضعت كل الإمكانات بيد حزب الله هو الذي يقرر كيف يكون تعاطي إيران مع هذا الهجوم الإسرائيلي ضد لبنان المعروف والمعلن أن هناك وحدة الساحات لفصائل المقاومة أو محور المقاومة وثانيا أن هناك غرفة عمليات مشتركة لهذا المحور فكيف إيران لا تدري وكيف إيران لا تعرف وكيف إيران لا تتدخل وهي لديها غرفة عمليات مشتركة لإدارة محور المقاومة نحتاج أن نتحدث بوضوح أكبر هذا صحيح جدا غرفة عمليات موجودة غرفة العمليات لتبادل المعلومات لتبادل الاحتياجات لربما إيران تمتلك بمعلومات هذه الفصائل لا تمتلكها وبالتالي هذه الغرفة منذ السابع من أكتوبر هي شكلت بين طهران وبين فصائل المقاومة وهناك زيارات متبادلة هناك توضيح لموقف معين تقدير لموقف وبالتالي منذ 11 شهر لحد الآن هذه غرفة العمليات تعمل